تمنى تسمعوني شوية عن موضوع قضية العائلة اللي منتهامة واللي نزحت الى عدن في دار سعد نزحت الى عدن جراء الحرب الاهلية في اليمن وراحت تبحث عن مكان اكثر امانا عشان تقدر انها تلاقي فرصة عمل انها تشتغل وتأكل اولادها وتأكل عائلتها واعتقدت ان وجودها في اماكن بعيدة عن الصراعات الحربية سوف يجعلها في مكان اعمل عائلة من الحديدة في عدن تعرضت للتهجم على منازلهم من قبل عصابات اجرامية غير انسانية واعديمة الاخلاق والقيم واللي ما تمثل ولا اي يمن حر ولا تمثل الا سواء نفسها الخبيثة ويجب انها ما تمثل حتى عائلتهم والمفروض يتم الزجبهم في السجون وتتبرأ منهم حتى عائلاتهم اذا كان الامر لا يمثلهم ومن يبرر فعلتهم ولو بشي بسيط حتى لو شفتوا تلميح احد يبرر تهجمهم على ابناء تهامة فهو شخص شريك في هذه الاساءة ما عنده شرف لعائلته ويرضيها على اهله ما حدث لابناء تهامة او لاي عائلة يمنية يجب ان يدان وبشدة وانه ما يسكت عنه ابدا ويجب محاسبة كل شخص ينتهك حقوق الانسان ويعرض الاعائلات للإهانة والإساءة ويجب ان تحاسبه ايضا الدولة والمجتمع والقلبيلة والشرفاء واليمنيين يرفضوا هذه الافعال يعني اي شخص حتى انت لو من داخلك انت رافض هذا الموضوع بس ما تشتيش تتكلم يا اخي انت واحد شريك منه يعني احنا حابين نسمع ردة فعلات حابين نعرف ايش وجهة نظرك كل واحد مننا اذا تكلم انه انا ارفض هذه الجريمة نعرف ان احنا متكاتفين وان احنا يد واحدة ونستطيع ان احنا نتحرك فأي شخص ساكت عن هذه الجرائم اللي تحصل في اليمن فهو شريك فيها باي طريقة هو شريك فيها يعني كل احنا مغتربين يا شعب يمني كل احنا مغتربين انت مغترب عائلتك في اليمن اولادك زوجتك امك خواتك يوم من الايام بيكون دورهم يعني انت لو سكتت عن هذه الجريمة وحصل لهم اي اذى نفسي او جسدي ماحد وقف معك لا تجيش تتذمر لان انت حصل يوم من الايام وتأذت عائلات وسكتت عنها فاذا سكتت عنها يوم من الايام بيجي لعائلتك فاعمل خيرا تجده يعني اذا مثلا ساعت هؤلاء الاسار ووقفت ضد هذه الجرائم رح ترجع لك يوم من الايام وكلنا كشعب يمني رح نوقف معك اذا حصل لك اي مصائب او تأذت او عائلتك حصل لك اي شي بسيط لان احنا يعني صحيح الحرب انها فرقتنا صحيح الحرب انها خلتنا بعيدين عن بعض لكن يجب نحن نثبت انه احنا متكاسفين رغم الظروف الصعبة احنا مع بعض رغم الظروف الصعبة فنحن في مجلس تهام الوطني وابناء شعبنا الحر وكل الشرفاء من الوطن والمنظمات الحقوقية والانسانية ندين ونستنكر هذه الجريمة البشعة ونطالب الجهات الرسمية والامنية والحزام الامني وكل الاجهزة التي تمثل الامن والحكومة والقضاء في عدن انهم يحاسبوا هؤلاء المجرمين ويتموا عاقبتهم اللي تعرضوا للعائلات بالتهجم دون اي وجه حق ويكونوا عبرة لغيرهم بالعقوبة اللي راح ياخدوها وانه ما يتجرأش اي شخص او اي شخص مريض يتجرأ انه يتعرض لعائلات اخرى بنفس الوقت احنا نطالب بتعويض للعائلات على ما حدث لهم من خوف ورعب وإهانة ونكلف يعني نتمنى ان يتم تكليف محامي لمتابعة القضية ومحاسبة المجرمين وحماية النازحين من ابناء اليمن وابناء تهامة خصوصا الذي يتم التعامل معهم بعنصرية وتهميش وكأنهم ليسوا بشر يعني كل احنا عارفين ان ابناء تهامة وابناء الحديدة يتم التعامل معهم بعنصرية مقيتة بسبب لون بشرتهم بسبب عرقهم بسبب طبقتهم الاجتماعية لكن لو جيت انت تغيش بين المجتمع التهامي او عشت بالحديدة يعني كثير مننا نزار الحديدة وشاف كرم التهاميين وكرم ابناء تهامة بمختلف مستوياتهم حتى حالتهم الاجتماعية الصعبة رغم ذلك عندهم كرم ومشهورين بالسلام والمحبة لكل ابناء اليمن بمختلف مستوياتهم ويتنازلوا عن حقوقهم العظيمة والغالية من اجل سعادة اليمنين اللي يزوروهم المناطقهم يعني كثير مننا زار الحديدة وتهامة وشاهد وعاش بنفسه كيف تعاملهم مع جميع ابناء اليمن وكيف تسامحهم ومحبتهم للجميع فللأسف الشديد رغم ذلك يتعرضوا للان بعنصرية مقيتة يتعرضوا الى تهميش بسبب لون بشرتهم او بسبب اخرى فاليوم ابناء تهامة ضيوفكم يا ابناء عدن الاحرار هم ضيوف مؤقتين بسبب ظروف الحرب كل احنا نعاني فهم يعني عانوا من الحرب راحوا لعدن عشان يلجأوا الى مكان يقدروا يحمي عائلتهم فيها يقدروا يلاقي فرص عمل يطعمهم فيها تكرموهم بهذا الاسلوب هل تبادلوهم حبكم يعني حبكم لهم بهذا العطاء يعني ابناء عدن ابناء كرم واهل شهامة ومروة بس وما نسمعنا منهم الا كل خير والطيب ومشهود لهم المحبة والتسامع واكثر الاقاليم قربا لقلوبنا فاتمنى لا تسمحوا لهذا الضعفاء النفوس ان يعني يمثلوكم وان يهينوا او يشوهوا سمعتكم ونحن كلنا يعني نوقف ضد هذه الجريمة البشعة ونتمنى من انه يتم حاسبتهم وبنفس الوقت حماية هذه الاسرة واعطاءها تعويض عما حدث لها واذا سكتنا عن هذه الجريمة معناته سكتنا عن جرائم كثيرة هذه جريمة او هذه واحدة من الحالات اللي تحصل يوميا في اليمن هذه من الحالات اللي في حالات كثيرة يعني يسكتوا عنها ويتم التكتم عنها سواء من قبل الامن من قبل الشيوخ من قبل الاهل نفسهم فاتمنى ما تسمحوا لهذه الجرائم او لهذه الحالات انها تمثل اي شخص يمني لان نحن لا نقبل هذه الافعال فاتمنى وصلت فكرتي واتمنى ان يتم حماية هذه الاسر ويتم اعطاءهم تعويض ومعاقبة هؤلاء الاشخاص حتى يكونوا عبرة لغيرهم سوفكم على الف خير اشتركوا في القناة